موسيقى 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 نعم الحمد الله احنا عرب ومسلمين ولدينا اثقة بذلك انا ما سافر رضعان يخلع فينا مكروهين حتى لو تلتة رباء الغربي بيكرهك لانك عربي لازم الواحد ينبسط لانه مكروه من الثاني يمكن غيري من الغرب للبناء للعرب تبيعة عربية معناها نحس في روحي عربية مالغريكو يقولولي اللي نادي مهاكيا ماتصلون له كل شاي منظهر اكيا اما كنتكلم عربية عربية انا مش عربية كيما 90% متوينزة ماناش عرب احنا معناتها في جذورنا الاسلانيين احنا بربر ومزيغ وماناش حتى علاقة بالعالم العربي اصلا لان العربة مفهوم ما تنثيموش وما عرفتوش نوع نعم لانه بيحكي اللغة العربية وحسب انا مفهومة مفهومة لحده عربي يعني هذا انساني بيحكي عربي انا عربي ودمي عربي ولن اكون الا عربي على ذكر عربي هذين دي جا قاعد نخمم باش نمشي نعمل تحليل الدينار باش نشوف شنه هي اصولي اسحالي الساوث لاتن امريكا اسحالي شي اصلا جغرافيا انا في المغرب ولان قضايا اللي بعيدة مثلا قضايا الشرق الاوسط فلسطين وشنو كيطرف سوريا والعالم العربي كاما كيجيك واحد الغيرة لذيك البلاد اللي كتشوفها دافع عن قضية بس يكون عندك انتماء يعني يكون عندك انت تعرف انه هذا مصر الرسول انه على القل انه تقدر انه شو اللي بصير فيه يعني شوية مشاعر بتخص اخواننا العرب كون عربي بالفترة وبالانتماء موقن بالتفكير ما تنجا مش كون كنت رأي حال العربي تكره نكون عربي ماذا يعني بالنسبة لك ان تكون عربيا السكن في الوطن العربي الانتماء الى مجتمع يشجاوز الحدود الوطنية تشارك نفس الارض تشارك هوية واحدة رفع عالم الأمة الاكثر افتخاراً في العالم لا شيء من ذلك لدي شخصيتي الفريدة ما يعني لي حد شيء معنة لا شيء من ذلك لدي شخصيتي الفريدة ما شيء من ذلك انا شخصيتي الفريدة من الله انتماء الى مجتمع يتجاوز الحدود الوطنية رفع العالم الأمة الاكثر افتخاراً في العالم اصالة الداريخ عراقه الحمد لله اني عربي ان اكون عربياً هو ان انتمي الى ارض عربية وهذا فخر لي أنا صراحة ما بيعني لي الشخص إذا عربي أو مش عربي بيعني لي أكثر الشخص كهو كشخص شخص لست أمامي مختلفة الصادقاء أنا ليس مختلفة في الوصول كل ما لديهم مختلفة في الوصول فوضلك تكون بمشيئة و لايستيقب الشديد لكنها أصبحت حول الحديث لا أتكون بمشيئة لا أتكون بمشيئة الأرابة هناك الكثير من كل شيء نحن بحياتنا لكننا جميع المشيئة هناك الكثير من كل أجنون لا أظن أنه تشاركه أحداً يفيدنا وكثير من أنه يكون تنافسيا تنافسه باش كل واحد يحاول ينفعل عروبة بشي حاجة ما هو نظرك في التطرفات الدينية في العالم العربي؟ يا تعتيري إنها تتطور في اتجاه سلبي، إنها تتطور في اتجاه إيجابي لا أظن أن التطرف في حالة تطور أنا رفعت التطور في اتجاه سلبي معناها ثم أروح قاعدة تتيح بين الفترة والأخرى ريانكو بورسا معناها أميس بإيلي لا أعتبر أن التطرف يتطور لأنه يجب أن يسحق التطرف الديني في 2011 كان يتطور في اتجاه مدمر لكن التطور هذا قاعد ينقص وينقص قريباً جداً بش يتم القضاء عليه هذا قاعد كامل ما يجب أن يجب أن تتطور في packs ما تنقص وينقص 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 على أن يغطي الانيش كما يقص من كانت تتطوو في اتجاه من حالة تتصوى تتطور ذلك شيء يُدرره إصلاح الإسلام والإسلام كده بجي تخشي دجا سلبي يعني مخشي عيدي أنا الأخرى كده بجي تفكرين كده بجي ترقبه حتى قد فيه مشاكل أكثر يعني كده الشيط الظاهر اللي عم نشوفها داعش وهالأساس فكل واحد عم يخدها لمنح لإله بالنسبة للتطرف الديني معنتها في العالم العربي إنا نشوفه معنتها حاجة صنعها الغرب بش يتحكمه في العرب كتتطور في التجاه السلبي والغرض منها هو السلبي ونها بتروادي لدول العربية وتضمير الأمة العربية في نظريكا يعد اتحاد الأمم العربي مشروع المستقبل الوحيد أو وهم تاريخي إنشاء ضروري أو نظام سيطرة وتحكم نعم هو مشروع المستقبل الوحيد وإنشاء ضروري فاش كنا هديش حال وطن واحد يعني كان عرب من من الجزيرة العربية اللي هنا كان لإسلام واصل كان قوة في العالم يعني كان هاي كنظن أنه اللي رجعنا لذلك شي يعني ورجعنا لتاريخ دينا ديش حال هايكون عند الأمة العربية واحد الشأن كبير مثل في الانيو أوروبية يعني ما رح يكون في الاتحاد العربي يعني ليش لأ هيدا بيساعد البلد أحنا قاعدنا أمم عربية يتخابلوا مرة في القديش يحكيوا ماناها كما نتحدث عنها يغيان لونك سا بخوجي دافنيخ هو خدموا عليه باشا قبل إن شاء الله يصل على خاطر الوضعية العالمية نشوفها تستوجب اتحاد إنشاء ضروري أنه يكون فيه اكتفاء ذات عربي أنا نتمنى كولو معانتها الاتحاد الأمم العربي يتقدم شوية معانتها بالعالم العربي بالرغم عنديش ثيقة معانتها فيه مي نتمنى فما دولة العربية قاعدة تندثر تاو قاعدة تنحش مستقبل معانتها ويه؟ واهم تاريخي يعني غير قابل للتحقيق أعتقد أنه واهم تاريخي ولكن هناك اتحاد أي دولة عربية كتصدر خاصة دولة العربية كانت توقف معها وإحنا دابا كنشوفوا مشاكل غيرهم بين الدولة العربية أعتقد أنه لا توجد gardة وهم تاريخي تحس على أنك تسمي أولاً إلى وطنك العالم والمدينتك أو وإقليمك العالم العربي ممكن أن أ Estamos Being ReFR هناك العالم العربي مع الأوروبية في المST يكون هناك حول العالم العربي لكن في الشكل أعيب أن الوطن ببغasia حول الزيار المدينة أو أقليمة هي مدينة أوراقية الفطن العربي هذا كما قلنا بحس أني بنتمي الوطني لعند دولاء للبنان ما حدا عمدوية أولا الأسلام ثانية العروبة ثالثة الوطني رابي علي مدينة هذا من الترميل بأنني أشعر كنحس برأسي مغربي أو الحاجة ولكن فاش كنمشي المدينة أخرى فكنحس برأسي ولد مدينتي سواب اللغة اللي كاندوي بها أو اللهجاء أو الأخام اللي تقول لك أنت ولد مراكش مثلا كتحس بواحد شوية دي الافتخار أنا راه كنتميل بينصور مغربي حي تكوننا مغربة وراه أنا مراكشي كان سافير ديال التقافة المراكوشية أتخذر لمروك وهيدا الغلط يمكنني أن أحسسونا حوالينه يمكنني أن نحس أنه مننتمي لدينا أكتر من أنه نحن اللبنانية كما قال سقرات أنا أنتني إلى العالم العالم أولى معنا أنت تونس ثم إلى العالم أنا نمن بالمواطن الكوني أو مواطن العالم معنا أنت اللي يحس بقضايا العبيد ومشاكلهم لا أول صالح